يغادر رئيس الوزراء مصطفى مدبول اليوم مطر القاهرة الدولي متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل يرافقه وفد رفيع المستوى وتأتي تلك الزيارة في إطار حرس البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك حيث من المقرر أن تشهد الزيارة وعقد جلسة مباحثات موسعة بين مسؤولي البلدين وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصري مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية في مصر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين اشتركوا في القناة